ناقش محافظ أبيانال وأركن أبو بكر حسين سالم مع مدير عام مكتب هيئة المصائد السماكية صادق حمامة أليتها تحسين الأداة في فرع الهيئة بالمحافظة وبدل مزيد من الجهود لتحسين وزيادة الإرادات المالية من خلال متابعة أنشطة وعمل الجمعيات السماكية بالمحافظة ومراكز الإنزال السماكي والأسواق السماكية في مركز المحافظة والمدريات وطلع المحافظ من مدير الهيئة على سير العمل في عدد من المشاريع السماكية التي يجري العمل فيها وعلى وجه الخصوص مركز الإنزال بمنطقة الشيخ عبدالله بالإضافة إلى آلية عمل تطبيق قرار مع الوزير الثروة السماكية بشأن منع إخراج المنتوج السماكي خارج المحافظة والاهتمام بتغطية السوق المحلي وبأسعار مناسبة كما أكد المحافظ على ضررة إيجاد آلية عمل مناسبة لتحصيل الموارد المالية بمكتب الهيئة وفقا للقوانين المتبعة في هذا الشأن حضر اللقاء مدير عام مكتب الاستثمار عبد المجيد الصلاحي ومدير عام مكتب المحافظ سليمان الوكودة